السلام عليكم مواصفات هاتف فيفو اس 10 برو في البداية لا تنسوا دعمنا بالاشتراك وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو من بين جميع هواتف فيفو تضم سلسلة الاس تحديدا هواتف مميزة ومألوفة بسبب تميز تلك الأجهزة هي أنها تضم ما يريده المستخدم في أي هاتف يقوم بشرائه مما يجعل هواتف تلك السلسلة فريدة من نوعها ومن بين جميع هواتف فيفو الأخرى وحتى في عالم الهواتف الذكي بأكمله وهذا لم يتغير من فيفو اس 10 برو الهاتف رائع يقدم العديد من المميزات المستخدم لدينا شاشة أموليد ومؤالش خوي قادر على تقديم أفضل تجربة استخدام ممكنة بجانب وحدة كاميرات خلفية متنوعة المهام وكاميرا أمامية ممتازة من بين الأفضل في تلك السعرية بجانب بطارية مقبولة وشحن سريع جيد كما أن الهاتف يأتي بتصميم رائع ومختلف وهو شيء عاهدنا عليه من فيفو التي لديها لغة تصميم خاصة لا تنافسها فيها أي علامة جادية أخرى مواصفات فيفو اس 10 برو يأتي الهاتف بتصميم تكون من واجهة أمامية ولوحة خلفية من الزجاج الهاتف يزين 173 جرام يدعم تثبيت بطاقتين سيم شاشة أموليت بحجم 6.44 بوصة بجودة الفول اش دي بلاس مع دقة 1080 في 2400 بيكسل بكثافة بيكسلات تصل إلى 409 بيكسل لكل بوصة معدل تحديث 90 هيرتز نسبة الشاشة إلى الجسم 85.9% واجهة المستخدم Origin OS 1.0 معالج MediaTek Dimensity 1100 5G 8 نوات والمستند على دقة تسنيع 6 نانومتر وحدة معالجة الرسوميات Mali-G77 MC9 الهاتف متاح في إصدار وحيد فقط هو 12 زائد 256 جيجابايت لا يوجد دعم تثبيت بطاقة ذاكرة خارجية من أجل توسيع مساحة التخزين الداخلية كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من مستشعرات بضيقة 108 زائد 8 زائد 2 ميجا بيكسل فلاش ليد مزدوج زائد بانوراما زائد الـ HDR من أجل الارتقاء بتجربة التصوير الفوتوغرافية للمستوى الأهل دعم لالتقاط الفيديو بجودة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية كاميرا أمامية مزدوجة تتكون من مستشعر أساسي بضيقة 44 ميجا بيكسل زائد عدسة فائقة الاتساع 8 ميجا بيكسل مع تصوير الفيديو بضيقة 4K لكل 30 إطار في الثانية لا يوجد منفذ سماعة رأس 3.5 ميلي متر منفذ ليازبي من نوع سي مستشعر بصمات الإزبع يقع تحت الشاشة بجانب إمكانية إلغاء قفل الهاتف عن طريق التعرف على الوجه بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 4050 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة مع دعم للشحن السريع بقدرة 4.40 واط الهاتف متاح في أربعة ألوان الأصفر الأزرق الأسود الأبيض تم الكشف عن الهاتف رسميا في الصين يوم 15 يوليو 2021 وتم طرحه في الأسواق بعد ذلك التاريخ بأسبوع فقط سعر فيفو آس 10 برو هو 450 يورو أي ما يعادل 526 دولار أمريكي بالريال السعودي 1973 أما بالجنيه المصري 800 و 260 جنيه ترجمة نانسي قنقر